بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا أعزائنا الطلاب بالدرس جزء الأخير من الجزور اليوم إن شاء الله سننهي البحث الجزور بشكل كامل دعونا نبدأ بحل السؤال التالي بيقول لي السؤال إذا كان عندي جزر الأربعة جزء من مرتبة الرابعة لتنين ضرب جزء من المرتبة الثانية لتنين قس 14 يساوي X أوجد قيمة X الحل إنه مبدئيا الجزر من المرتبة الرابعة بيضل على حاله الاتنين هاي كمان بيضل على حاله هون فيني اكتب أنا 14 تقسيم رتبة الجزر الي هي 2 بيطلع معي 7 إذا قسمت القس على رتبة الجزر بيطلع معي 7 يساوي X ما نعتصر عندي جزء من المرتبة الرابعة لتنين قس 1 ضرب 2 قس 7 يعني 2 قس 8 يساوي X ما نعتصر عندي 2 قس 8 على 4 يساوي X بالتالي قيمة X تساوي 2 قس 2 شوف مثال تاني إذا كان عندي جزر من المرتبة التالتة لتنين لجزر من المرتبة التانية لتنين ضرب جزر من المرتبة التانية لتمانية يساوي قديش؟ ما نعتصر عندي جزر من المرتبة التالتة لتعليه على حاله ضرب 2 ضرب جزر من المرتبة التانية لتعليه على حاله هلأ هاي الثمانية هي 2 قس 3 على 2 يعني 2 قس 3 على 2 الثمانية هي 2 قس 3 وربت الجزر من المرتبة التالتة لتنين ضرب جزر من المرتبة التانية لتنين قس 1 زائد 3 على 2 1 زائد 3 على 2 يعني 2 خمسة على 2 إذا هاي 5 على 2 جمعت هذا القس مع هذا القس لأن الأساس نفسه بصير معنا جزر من المرتبة التالتة لتنين ضرب 2 قس 5 على 4 ليش 4؟ هون رتبة الجزر 2 بتنزل لهون بتلاقي فيه 2 فبتصير 4 هلأ رد هون القس 1 وهون 5 على 4 بجمع الواحد زائد 5 على 4 بيطلع معي 9 على 4 فبصير عندي جزر من المرتبة التالتة لتنين قس 9 على 4 9 على 4 هلأ هاي رتبة الجزر بتنزل رد على المقام بصير معي 2 قس 9 على 3 ضرب 4 بختصر 9 معدل 3 بصير عندي 3 فالجواب النهائي 2 قس 3 على 4 نحن بالصفحة 136 العمود الثاني المثال بيقول إذا كان عندي جزر من المرتبة التانية لخمسة ضرب جزر من المرتبة التالتة لخمسة ضرب جزر الخمسة وعشرين هلأ هدول بيضلوا على حالهم يعني جزر خمسة ضرب جزر التكعيبي لخمسة ضرب جزر الخمسة وعشرين هو خمسة مزبوط يساوي 5 أس أكس فبصير معنا جزر خمسة ضرب جزر التكعيبي خمسة ضرب خمسة يعني خمسة مربع يساوي 5 أس أكس بصير هلأ جزر خمسة ضرب خمسة قس قديش قس 2 على 3 دائما قلنا رتبة الجزر هي مقام القس رتبة الجزر هي مقام القس يعني خمسة قس 2 على 3 يساوي 5 أس أكس يعني بصير معي جزر قس خمسة قس 1 ضرب خمسة قس 2 على 3 يعني خمسة قس 1 زائد 2 على 3 يساوي 5 أس أكس هكمل هون معناتها جزر قس خمسة جزر الخمسة قس بواحد المقامات بصير 5 على 3 يساوي 5 أس أكس هلأ رتبة الجزر هون بديش 2 بنزله على المقام فبصير 5 أس 5 على 6 يساوي 5 أس أكس يعني بضرب الاثنين بالثلاثة اللي موجودة بالمقام هلأ بقارن معناتها أكس يساوي 5 على 6 كمان مثال ثاني إذا كان عنددي جزر إذا كان عندي جزر إذا كان عندي جزر من المرتبة الرابعة للثلاثة ضرب جزر من المرتبة الثانية لثلاثة ضرب جزر من المرتبة الثالثة للتسعة يساوي ثلاثة قص اكس اوجد قيمة اكس الحل جزر من المرتبة الرابعة بيضل على حاله والثلاثة بتضل على حاله وهذا الجزر كمان بيضل على حاله هلأ التسعة هي ثلاثة قصة اثنين على رتبة الجزر اللي هي ثلاثة يساوي ثلاثة قصة اكس يعني بيصير معنا جزر من المرتبة الرابعة لثلاثة ضرب جزر ثلاثة واحد زائد اثنين على ثلاثة يساوي ثلاثة قصة اكس يعني بيصير معنا جزر من المرتبة الرابعة لثلاثة ضرب جزر ثلاثة قصة بيجمعها بواحد مقاما يعني خمسة على ثلاثة هلأ رتبة الجزر هون اثنين بجيبها لتحت طبعا يساوي ثلاثة اكس بيصير معنا بكمل هون جزر من المرتبة الرابعة لثلاثة ضرب ثلاثة واحد خمسة على ستة لأنه رتبة الجزر اثنين ضربته بثلاثة فصار المقام ستة بساوي ثلاثة قصة اكس يعني بيصير معي جزر من المرتبة الرابعة لثلاثة قصة واحد زائد خمسة على ستة بساوي ثلاثة قصة اكس بيصير معي جزر من المرتبة الرابعة لثلاثة قصة ادعش على ستة بساوي ثلاثة قصة اكس معنا طب ثلاثة قصة ادعش على بضرب الاربعة بالمقام يعني 24 بساوي ثلاثة قصة اكس معنا طبعا يستنتج انه الاكس تساوي ادعش على 24 تأملوه شوي طيب نجي هلا لسؤال ثاني إذا كان عندي جزر 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 2 يساوي 4 اكس اوجد قيمة اكس قلنا نحنا شو قلنا جزر الجزر الجزر جداء الرتب يعني هاي هي جزر 2 المرتبة بتكون 8 بضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 يعني 8 يساوي الاربعة هي 2 قصة 2 قصة x تصير واحد على الستعاش شوف مثال ثاني إذا كان عندي جزر جزر التكعيبي لثلاثة يساوي جزر من المرتبة الرابعة لأكس أوجد قيمة أكس قال بضرب هلأ رتبة الجزر هاد برتبة الجزر هاد فبتصير جزر من المرتبة عفوا جزر من المرتبة ستة لثلاثة يساوي جزر من المرتبة أربعة لأكس هلأ شو بعمل يلي بعملو قال برفع الطرفين للقصة التناعش إذا برفع الطرفين للقصة التناعش بحق إلي ارفع الطرفين للقصة التناعش يعني بصير معي ثلاثة قصة التناعش على الستة يساوي أكس قصة التناعش على أربعة أو عفوا الأفضل أني أحسن ما أرفعها للقصة التناعش أني ارفع الطرفين للاس أربعة لكي أخلص من هالأربعة للقصة اسفة أكس فقط ف هوم يصير معي ثلاثة قصة أربعة على الستة أربعة على الستة وهوم يعني أكس اسفة أربعة على اربعة يعني واحد مع أن على سانتima asked بعد ما اختصر ثلاثة قصة اثنين على ثلاثة ثلاثة قصة اثنين على ثلاثة يعني الجزر التكعيبي لثلاثة مربع يعني الجزر التكعيبي لتسعة نشوف السؤال رقم سبعة بالصفحة اللي وجدتكن اذا كان عندي جزر أربعة ضرب جزر تكعيبي لثماني ضرب جزر يساوي اكس اوجد قيمة عفوا يساوي اثنين قصة اكس اوجد قيمة اكس ماذا يفعل؟ يقول جزر من المرتبة الرابعة للجزر التكعيبي لثماني ضرب هذا يصير جزر الاثنين هو ثلاثة قصة ليش؟ لانه رتبة الجزر بنزله على المقام يصير ثلاثة قصة اكس يساوي ثلاثة قصة اكس هلا بسي معناه جزر من المرتبة الرابعة للجزر التكعيبي اللي jellyitt الثماني هي ثلاثة قصة اatching ضرب يساوي 2 أس أكس تمام عبي يعني يصير معنا جزر 2 أس 2 ضرب الجزر التكعيبي ل3 زائد 0,5 يعني 7 أس 2 يساوي 2 أس أكس يعني يصير معي الجزر 2 أس 2 ضرب 2 أس 7 على 6 يساوي 2 أس أكس يعني يصير معي 2 أس 6 ضرب 2 أس 12 زائد 7 أس 19 على 6 يساوي 2 أس أكس يعني 2 أس 19 يساوي 2 أس أكس ما أعطى الإكس تساوي 19 أس 12 لا طبعا ما بترككم أنتو عزي الطلاب أنتو حبيباتي أصلا بدي حاولة إن شاء الله أجينا عنكم بشهر الامتحانة مش عمي وقفلكم على باب الجامعة تعال هون امسكك خربطت شيء بتقلي لا هو الله عم قل لك خربطت بس بشغلة فورا بحبلك وبزدتك على البوسفور أبدا فورا هيك السؤال اللي بعده سؤال رقم 8 عندي جزر من المرتبة الرابعة لتنين ضرب جزر من المرتبة الثالثة لتنين يساوي 2 أس أكس أو جزر قيمة بيصير عندي جزر من المرتبة الرابعة للثنين ضرب ثنون أس واحد على ثلاثة يساوي تنين أس أكس بيصير معي الجزر من مرتبة الرابعة للثنين أس واحد زاق الثالث يعني ثلاثة وأربعة تلاثة يساوي ثنين أس أكس يعني ثنين أس أربعة أس أر środه ضرب أربعة إذا ركبت الجزر بتنزل على المقام كم مرة صلنا حكينا انتفخ قلبنا التعاقلنا من كتر ما حكيناها بتروح الأربعة مع الأربعة بالمقارنة بستنتج أنه الاكس تساوي واحد على ثلاثة طيب خلونا ناخد فكرة جديدة فكرة جديدة شو بتقول الفكرة الجديدة قال إذا كان عندي جزر اسمع 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 هذا اجه السن الماضي مو الماضي باسطنبول يعني مو من كم شهر يلي قبله اجه اجت هاي الخاصية إذا كان عندي جزر A زائد 2 جزر ال B بهالشكل ها يعني هون لازم يكون في عندي 2 إذا كان عندي جزر A زائد 2 جزر ال B تمام؟ تمام أبي؟ تمام أبي؟ 2 جزر ال B و تشوف هذا المنظر شوف بدور بدور يعني ببحث على عددين صحيحين موجبين موجبين إذا نبدور ببحث على عددين صحيحين موجبين مثلا هنن M و N حيث M ضرب N يساوي B و M زائد N يساوي A إذا نبدور على عددين جداء B و مجموع A طبعا هون لازم يكون في عنا 2 إذا ما في 2 نتحرب حنشوف كيف نتحرب تمام؟ طيب نشوف مثال إذا كان عندي لا لسا ما خصت ما خصت خاصية طيب لقيت العددين وبعدين قال بيكون الناتج جزر ال M زائد جزر ال N إذا كانت هاي الإشارة ناقص بتصير هاي الإشارة ناقص علما أنه M هو العدد الأكبر نشوف ما يصار سكان عندي جزر 3 زائد 2 جزر 2 أول شي هاي الإثنين لازم تكون موجودة؟ موجودة هلا بدور على عددين ضربون 2 و مجموعون 3 هنين 2 و 1 فبقول جزر 2 زائد جزر ال 1 طبعا جزر ال 1 هو 1 فالجواب جزر 2 زائد 1 طبعا جزر 2 نسال ثاني عندي جزر 5 ماقص 2 جزر ال 6 هلا بدور على عددين جداء ستة و مجموع خمسة هنين 3 وال 2 فبقول جزر الثلاثة ببلش باللكبير ناقص ناقص جزر الثنين لأنه 2 ضرب 3 ثلاثة ستة اثنين زائد ثلاثة خمسة وطبعا لازم هاي اللي الثلاثة تكون موجودة هيك منظر اذا ما كانت موجودة ما بمشي الحال بدنا نتحربها حتى تصير موجودة السهل ثاني سكان عندي جزر ستة معاقسة اثنين جزر الخمسة زائد واحد سوي قديش اول شي بتأكد ان الاثنين موجودة موجودة تمام بدور على عددين جداء خمسة ومجموع ستة هن الخمسة والواحد ببلش بالكبير كونه هاي الاشارة ماقس فبتكون هاي الاشارة ماقس واحد زائد واحد طبعا جزر الواحد واحد ماقس واحد مع الواحد بتروح فجواب جزر الخمسة طيب استاذ عطينا مثال اصعب شوي بلشنا نفهم الفكرة طيب حلو شوف هالمثال اذا كان عندي جزر اربعة زائد جزر اتناعش تدور على عددين لا 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 صلي عن النبي قبل ما تدور على عددين هون مافي تنين هون مافي تنين مافي تنين يا ابني مافيك تطبق الخاصية لازم يكون فيه اتنين معناته انا لازم اتحربها شو بسوي لك خيو الي بساوي اني الاثنعش هي فعليا اربعة قرب ثلاثة مزبوط هلا الاربعة بجزرها وبطلعها برات الجزر بتصير اتنين جزر ثلاثة صار في عندي اتنين هلا بطب الخاصية تقول عددين جداؤن ثلاثة ومجموعن اربعة هنين الثلاثة والواحد فبقوا جزر ثلاثة زائد جزر واحد يعني جزر ثلاثة زائد واحد اتنين مثال ثاني استاذ مثال اذا كان عندي جزر الخمسة مائس جزر الاربعة ورشيرين هذا الطالب لا لم أفهمه ننك playingin 24 ومجموعين 5 نتكلم ب��는 см حتى يقولك الأسئله لم تتس cows ما أضغطي ل elephants كان الأرجاء يجب أن يكون بالتأمر لم يكن aconteceu بالتأمر هيا أيها ال rozum ماذا نفعل 5 doctrine ال-24 حساوية 4 ضرب 6 فبصير معي جزر الخمسة ناقص 2 جزر الستة طلعت الأربعة برات الجزر فصعر عندي 2 الدور عددين جيدا عن 6 ومجموعه 5 هنن الخمسة والواحد فبصير معي الجواب جزر الخمسة ناقص واحد شوفي سالتاني إذا كان عندي جزر 8 ناقص 4 جزر 3 شوفي سالتاني انت قلت لنا انو يكون فيه 2 او ما يكون فيه بأم دي شو بساوي طيب هون فيه 4 شو بساوي قال هاي الأربعة هي 2 ضرب 2 فيه 2 هون بنت شو اسمه لازم اخلص منه شلون بخلص منه قال بربعة وفوتها عالجزر يالله شي بي اشعر بدر بربعة وفوتها عالجزر فبصير معي 8 مائس 2 جزر مو ربعت لهي وفاتت لجوه فبصير 4 بالثلاثة فبصير معي 8 مائس 2 جزر الـ 12 هلا بدور على عددين جيداء ومجموعهم 8 يعني 6 مائس 2 طيب دعونا نظر مثال يا زكار عمدي جزر 11 زائد 6 جزر الـ 2 أستاذ خلدون الله يجزيل الخير ويبعط له مليون دولار ويجوزوا بنت الحلال أربع بنات حلال يجوزوا ويجيب ان شاء الله عشرين ولات قالنا انه هاي لازم تكون 2 مو؟ طيب هي 6 بقوم شو بعمل بقول 6 بساوية 2 ضرب 3 بجزر الـ 2 هلا اللي 3 هاي شو بساوي فيها بربعها وفوتها لجوه فبصير معنا جزر 11 زائد 2 ضرب جزر 9 مو ربعتها وفوتها 9 ضرب 2 2 فبصير معي جزر الـ 11 زائد 2 جزر الـ 18 هلا بدور على عددين جداء 18 ومجموع 11 هنين 9 والـ 2 طبعا جزر الـ 9 هو 3 زائد جزر الـ 2 نشوف مثال قاعدة جديدة هلا هناخد قاعدة جديدة بتقول القاعدة شو بتقول إذا كان عندي جزر زائد جزر A طبعا لازم يكون مرتبة الثانية A زائد جزر A للا نهاية إذا جزر الـ A زائد جزر الـ A زائد جزر الـ A للا نهاية يعني جزر الـ A زائد جزر للا نهاية ماذا بعمل هون بدور بدور شو يعني بدور يعني ببحث يعني بعمل زوخن بالألماني search بدور على عددين صحيحين متتاليين موجبين جداء A مثلا شو يعني عددين صحيحين مفاصل شو يعني موجبين يعني شعرتهم زائد يعني مبدأ عشا يحكوا فيها شو يعني متتاليين يعني وراء بعض مثلا 5-6-7-8-19-89 يعني وراء بعض ونفس الوقت يكون ضرب A فالجواب بيكون العدد الأكبر بيناتهم تمام؟ نشوف مثال إذا كان عندي جزر ستة زائد جزر ستة زائد جزر ستة للا نهاية هون اللانهاية أجدب يساوي قديش مصيف الأستاذ قال نبحث عن عددين صحيحين موجبين متتاليين متتاليين جداء ستة هنة اثنين وثلاثة فالجواب بيكون العدد الأكبر يلي هو ثلاثة إذا جواب مباشرة ثلاثة مثال الرخر إذا كان عندي جزر 72 زائد جزر 72 زائد جزر 72 للا نهاية Зем يميل زائد جزر مره ثلاثة وقد كنت نبحث عن عددين صحيحين موجبين sino متتاليين ان هناك عدد من لم تحقق عيد عشر مرات بدون مبخربة بعدين فنمبلغ نبحث عن عددين صحيحين موجبين متتاليين جداء عن 72 عيدا مره ثلاثة نبحث عن عددين صحيحين وجبين متتاليين جدا و 72 يا سلام مشافيش لو ما بخربت انا اذا شوفي عنا عددين متتاليين جدا و 72 هنه التسعة والثمانية ماناتا الجواب تسعة طيب سطاذ اذا كان عنا جزر 42 مايس جزر 42 مايس جزر 42 للانهاية يعني الاشارة مو زائد الاشارة نائس ايه كمان نبحث عن عددين صحيحين موجبين متتاليين جدا و 42 بس هالمرة باخد العدد الاصغر لانه الاشارة نائس لما تكون الاشارة زائد بأخذ العدد الأكبر لما تكون الإشارة ناقص بأخذ العدد الأصغر شوفي عن عددين صعيعين متتالين موجبين جداون 42 هنين الستة والسبعة ولأنه الإشارة سالب بأخذ الأصغر اللي هو ستة طيب استاذ أنا فتت على الامتحام وجاني السؤال التالي جزر سواني شوي 132 زائد جزر 132 زائد جزر 132 للا نهاية والله عمى على قلبي نعمى على قلبي ما كنت لاقي هالعددين المتتاليين يلي جداون 132 إن عمى على قلبي شو بساوي نتفح لا نتفح على قصتنا في عنا قانون إذا ما لقيت العددين المتتالية فيك تستخدم هذا القانون طبعا هذا القانون فيك تستخدمه دائما القانون بيقول إذا كان عندي جزر A زائد جزر A زائد جزر A للا نهاية يساوي يساوي القانون الجزر أربعة A زائد واحد زائد واحد على اثنين وإذا كانت هاي الإشارة ناقص فبتكون هاي الإشارة ناقص وبيطلع معك الجواب صح بكل الأحوال أنت حافظ مربعات الأعداد 11 مربع قديش 121 12 مربع قديش 144 طيب ال132 هي بين ال11 وال12 فغالبا هي 11 ضرب 12 فهمتش لون بتحزة بطريقة سريعة أنا حافظ أنه 12 مربع 121 12 مربع 144 هو بدهم 132 معناتها هي غالبا 11 ضرب 12 لا إداعش بإداعش ولا إداعش بـ 12 هي إداعش ضرب 12 هاي أسرع طريقة للتحزير طيب قاعدة جديدة الزكار عندي جزر من المرتبة N لأي ضرب جزر من المرتبة N لأي ضرب جزر من المرتبة N لأي للا نهاية على هذا بيكون جزر من المرتبة N ناقص واحد لأي إذا بطرح من القس واحد أمو من القس من ربة الجزر بيكون الجزر مثلا إذا كان عندي جزر من المرتبة الثالثة لـ 64 ضرب جزر من المرتبة الثالثة لـ 64 ضرب جزر من المرتبة الثالثة لـ 64 للا نهاية ثeen ادتBU تمام ضرب جزر من المرتبة الثالثة ثم ضرب جزر من المرتبة الرابعة الثالثة ضرب جزر من المرتبة الرابعة إلى الثمانية ضرب جزر من المرتبة الرابعة إلى الثمانية للنهاية هو جزر من المرتبة الثالثة إلى الثمانية يعني اثنين شفتوا شو سهل يعني أدمع حاولوا يتحربوا موضوع كتير عيزي يا جماعة نرى سؤال الثاني إذا كان عندي جزر من المرتبة الثانية إلى الثلاثة ضرب جزر من المرتبة الثانية إلى الثلاثة ضرب جزر من المرتبة الثانية إلى الثلاثة للنهاية قال هو جزر من المرتبة واحد ما يعني جزر من المرتبة واحد يعني لا يوجد جزر يعني جواب دغري ثلاثة تمام؟ طيب شوفوا هلها قاعدة جديدة إذا كان عندي جزر من المرتبة N لثماني لماذا لثماني أستاذ؟ لأي ضرب أول مرة تأسيم ليس ضرب تأسيم جزر من المرتبة N لأي تأسيم جزر من المرتبة N لأي للا نهاية يساوي قديش فبصير معي جزر القاعدة بتقول طالما هي قسمة فهو جزر N زائد واحد إذا نضيف للرتبة واحد بتضرب بطرح من الرتبة واحد بالقسمة إذا كانت الإشارة قسمة تضيف للرتبة واحد مثلا عندي مثال جزر ثماني تأسيم جزر ثماني تأسيم جزر ثماني للا نهاية قال هو جزر قديش رتبة الجزر ثماني فبصير جزر من المرتبة ثماني ثماني فالجواب الثماني مثلا إذا كان عندي جزر جزر المرتبة ثنين للمئة و خمسة و ر اشCraências تأسيم جزرر siebie مرتبة الثنين للمئة و او حمسة و ر و اشראל حبيث قال هو جزر متاح مرتبة ثالثة المئة و خمسة و ر رجل يعني خمسة توافظ ثماني طبعا تمارين المحلة لها كلهم وظيفة ان شاء الله